اهلا بكم مفاقرة كريمونتادا طبعا زي ما انتم معتدين اه الصوت لا يعلو على صوت سانداونز ولكن في النهاية بعض الاراء وبعض التصريحات بتخرج عن النادي الاهلي بيجب معها وقفة خاصة لما تطلع تصريحات بشكل منمك ومرتب واي حد بيسمعها ممكن يشعر فيها بالمصدقية فاحنا هنا بتكون دي هالتصريحات الخطيرة طبعا الزميل احمد عفيفي طبعا معروف الزملكاو الشهير وزميلنا الاعلامي طلع بفيديو بعد احداث المباراة القمة التي لم تلعب واتكلم بشكل كبير جدا وجه رسائل تخص النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي هنستعرضها نقطة نقطة او بعض النقاط هنقف عندها وهنشوف الردود المنطقية اللي احنا دايما بنتناولها هنا في رومونتادة ودايما مبدأنا في رومونتادة تناول بلا تطاول نطلع نشوف اول نقطة اتكلم فيها الاساس احمد عفيفي ونرجع تلك فلما انت تشوف مواقف زي دي وتشوف ناس بتعترض على حاجات زي مثلا لمسة اليد بتاعت احمد سامي اللي هي واحد فرد دراعه دي وحاجات فضايح 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 تحكمية يعني تمام ولما تشوفهم بيعترضوا على المواقف دي وعلى مواقف التحكمية يتقول ده عنده نظريت مؤامرة هل انت ما بتبصش في المراية وانت خارج من فاينال شامبيونز ليج 2017 مفيش ولا خطأ تحكيم ضدك وبتقول ما هيش هست بكاري جسامة كتف الماتش يعني انا عندي نظريت مؤامرة وانت اللي ما تظلمتش تمام كده عشان كتف الماتش ما حستهاش لما روحت ماتش الترجي في رادس ما شدتش كرة عالجون ما فيش اي خطأ تحكيم ضدك وانت انقسرت الفعل فعل انا اللي عندي نظريت مؤامرة انا اللي عندي نظريت مؤامرة يا راجل ده انا بكاري جسامة نفسه طرد لعالي جبر في ماتش النجم الساحلي اول خمس دقايق فماتش كان هيبقى واحد من اعظم ان لم يكن كان هيبقى اعظم ماتش في طريق الامدار المصرية كلها الناس لامت علي جبر اه فيه ناس قالت كانت تعدي مش كانت تعدي بس في الاخر المسئولية المسئولية معظم الناس يعني كانت على علي جبر مش على بكاري جسامة خلينا نتكلم بهدوء بنقطة نقطة ونوضح نقطة مهمة جدا فكرة اطلاق شيء معين على العوام ده خطأ مش ممكن مش ممكن ابدا احنا نقع فيه هنا ان شاء الله لان كل شخص بيحاسب على تصرفاته وعلى افكاره ففكرة ان انا اتكلم عن جمهور النادي الزمالك بشكل عام فده خطأ مش ممكن نقع فيه فكرة ان حد تاني يتكلم عن جمهور النادي الاهلي بشكل عام فده خطأ برضو مش هنسمح ان حد يتكلم فيه لان الحقيقة ان انت فيه ثقافات مختلفة في كل جمهور وفي كل فئة بتشجع النادي الاهلي بتشجع النادي الزمالك بتشجع في أي مكان في العالم أو بتنتمي لأي فصيل في العالم فأعتقد فكرة التعميم دي فكرة خطأ حتى تعميمها هذا لأنه بيقوله كل تعميم خطأ حتى تعميمها هذا لكن الأستاذ أحمد رفيفي أتكلم في نقطة مهمة جدا هي فكرة نظرية المؤامرة واتكلم عن فكرة أن أحمد سامي لمسة اليد الواضحة الصريحة دي لما يجي أشتكي يبقى أنا خاضع عن نظرية المؤامرة إطلاقا حقك خطأ فادح من الحكم جهاد جريشا في مباراة الزمالك والمقصة نظرية المؤامرة بتكمن فإنك تقول أن الخطأ الفادح ده هو اللي ضيع عليها الدوري وأهداه للنادي الآلي برغم أن التنافس كان على المركز الثاني في الدوري ده الأهم من ده أنك تتجاهل تماما فكرة لو الخطأ ده كان ضدك بيمر مرور القرام وعندنا في نفس الموسم 2016-2017 وسبحان الله مع نفس الحكم ونفس الخطأ الفادح لمست يد على دونجا في مباراة انتصر فيها الزمالك زي ما حضرتكم شايفين واحد صفر المدافع اللي رفع القرى مش ظاهر في الكدر ما يعني أن فيه مسافة كبيرة جدا تسمح لدونجا أنه يبعد إيده عن مصار القرى فده طبعا وكان الحكم جهاد جريشا وما كانش فيه أي لاعب بيحول الرؤية بين الكابتن جهاد جريشا ودونجا على عكس أنه كان فيه بعض أو وقفة كابتن جهاد جريشا الخاطئة في موراة الزمالك والمقصة خلت فيه لعيبة تحول الرؤية عن لامة اليد الوضحة لأحمد سامي اللي كانت تستوجب راكل الترجيح أو راكل الجزاء نادل زمالك كان ممكن يتعادل بيها ويعادل النتيجة واحد واحد مع المقصة ويظل إصراع المركز الثاني بينه وبين المقصة لو أنت حطيت نقطة خطأ التحكيم اللي جاءت جريشا في مرش المقصة في النقطة دي وفي الشكل ده وإنه مش استفادة لنادي الأهلي بالدوري أنا مش قول نظرية مؤمنة بالعكس أنا نادي بحقك التحكيمي أما فكرة تقول بكاري جسامة 2017 والترق لـ 2018 أنا هتكلم عن الترجي في 2018 الكابتن محمود الخطيب كان له مدخلة واضحة وصريحة جدا هنا مع الكابتن سيد عبد الحفيز بيحمل مجلس الإدارة المسئولية وبيعد يناير بصفقات تاريخية للنادي الأهلي وده اللي حصل فإحنا بنشوف أخطأنا إيه وبنشتغل عليها لكن أعتقد وقعت الرجاء للوداد تحديدنا يا فارس ليك عندك عليها تعاقب كبير وقعت الوداد والاجتزاء فكرة الاجتزاء أسهل شيء تبني بيه مغالطات منطقية وإنت بتتكلم تبان في ظاهرها الرحمة ولكن في بطنها العزاب المغالطات في أن فيما يخص الترجي المباراة الخاصة بالنادي الأهلي في رادس كلنا أجمعنا أنها واحدة من أسوأ مباراة النادي الأهلي إفريقيا في تاريخه على الجانب الآخر كان فيه شواهد دي اللي كنا بنتكلم فيها فيما يخص ملابسات التسخين عن النادي الأهلي وفيما ملابسات مؤامرات حصلت وإقافة وليد أزارو بدون أسباب وتوجيه كلام لكارتيرون كمان أول مرة نشوف بيام بيخرج من الاتحاد الإفريقي أو كلام متحذرات زي دي ده اللي تكلم فيه الأهلوي أما فيما يخص الوداد فكان أنت نفسك لك رأي تاني في بكاري جسامة وقبل ما نروح الرأي ده لازم نفتكر أن بكاري جسامة هو اللي الترجي قبل مباراته مع الوداد في العام اللي بعدها أدم بيان رسمي وتظلم رسمي للكاف بيتحتاج فيه على تعيين بكاري جسامة أعتقد ما كانش عنده نظرية مؤامرة هو بيتكلم على حاجات على خلفية الظلم اللي تعرض ليه من خلال الوداد فأعتقد إحنا هنا بنتحدث عن بكاري جسامة لما يبقى نادي آخر يتحدث عن أن حكم ظلم النادي الأهلي فأعتقد لما الجمهور يكون عنده تحفظات ده بعيد تماما عن نظرية المؤامرة اللي بتكون هي افتراض أشياء وهمية طيب هل أنت كنت بتفترض شيء وهمي؟ نشوف أحمد عفيفي نفسه قال إيه على بكاري جسامة في مبارات الأهلي والوداد نطلع للفيديو إيه اللي عملوا بكاري جسامة في مبارات الأهلي والوداد في كذابلانكا؟ بكاري جسامة ظلم الأهلي ظلم ليفل 1 وقت ضايع بس ما فيش ولا قرار في الماتش أدى إلى تغيير النتيجة أو أدى إلى تغيير سر المباراة حتى كرت أحمر مثلا أو ما إلى ذلك الوقت الضايع وبصراحة بصراحة ليفل 1 وكان رخم 3 دقايق مش فير والـ 3 دقايق ما تلعبوش يعني زهير العروبي حارس مرمى الوداد قعد في 3 دقايق دول ديها ونص التاريخ بيلعب ضربة مرمى خطأ خطأ تأذى منه الأهلي تأذى منه الأهلي لكن الخطأ ده ليفل كام؟ ليفل 1 ولا 2 ولا 3 بعيدا عن تصنيف درجة الخطأ اللي أنت دايما كنت في كلامك بتتكلم أن الجزئيات الصغيرة بتغير مصار بطولات وأعتقد أنت نفسك اللي أحيانا لما بتحب تستخدم المبدأ ده في حاجة تخدم أهدافك بتتكلم بشكل مختلف تماما بس مش دي بس التناقضات اللي في وجهة نظرك فيما يخص نوعية الخطأ وتصنيفه درجة أولى ولا تانية ولا تالتة ترجمة نانسي قنقر